بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلبة الأعزاء نواصل مع الشابتر الثالث بعنوان Statics of Rigid Bodies في section number 2 بعنوان Equilibrium of Rigid Bodies في الجزء العاشر طبعاً بالنسبة للمحتوى section number 2 مقدمة عامة بعدين بنمر إلى تعريف Free Body Diagram بنشوف مع بعض أيضاً Reactions at C-Ports and Connections for Two Dimensional Structures Equilibrium of Rigid Body in Two Dimensions يعني في ثنائي الأبعاد بنشوف التوازن منتع الأجسام الصلبة بنمر بعضها إلى Statically Undeterminate Reactions بالنسبة لردات الفعل وبنشوف أيضاً Equilibrium of Two-Fourced Body, Three-Fourced Body and Equilibrium of Rigid in Three Dimensions وهنا بنتناول فيه مثال 3D وقبل ما نختم بSimple Problems راح نشوف Reactions at Supports and Connections for Three Dimensional Structures بالنسبة للجزء هذا راح نتناول فيه بس المقدمة وتعريف Free Body Diagram طبعاً For a Rigid Body in Static Equilibrium لما يكون عندي توازن سكوني لجسم الصلب The External Force أو القوى الخارجية and the moment are balanced and will impart no translational or rotational motion إيش المقصود بهذا؟ أنه لما بتكون عندي حالة توازن بالنسبة للجسم الصلب القوى الخارجية المطبقة عليه راح يصير فيها توازن بينها وبين الردات الفعل والقوى الموجودة في داخل الجسم اللي انت بسدد احتسابه وبالتالي ما برح يصير فيه Translation ما راح يصير فيه حركة أو إزاحة وما راح يصير فيه دوران The Necessary and Sufficient Condition for the Static Equilibrium of a Body are the Resultant Force يعني محصل القوى والCouple of Moments بالنسبة للقوى الخارجية مجموحهم بيكون سفر طبعا هذه هنا يعني condition ضرورية جدا عشان تجد التوازن لازم تكون عندك مجموعة الفرسز بتساوي سفر ومجموعة المومنت about a point in the system بتساوي سفر طبعا هنا بتختلف على البارتكول في البارتكول كنا بنكتب بس مجموعة الفرسز بتساوي سفر وبما أنه البارتكول ما فيه أبعاد يعني ما راح تكون فيه مومنت لكن هنا بتختلف عليها أنه بنضيف أيضا مجموعة المومنت حول نقطة أو أو أي نقطة من السيستم بتساوي سفر وهذه لا تجدونها في البارتكول تجدوها بس في الريجد بادي لأنه أصلا الدستنس هذه زي ما تشوفوا هنا في القاعدة بنستحقها في احتساب المومنت بالنسبة للبارتكول الدستنس بتساوي سفر فما فيش مومنت يعني المومنت أيضا بيساوي سفر لكن بالنسبة للريجد بادي بنكتب الـ conditions هذا من الاثنين مجموعة الفرس بتساوي سفر ومجموعة المومنت حول أي نقطة من السيستم بتساوي سفر عشان تجد التوازن الكلي للجسم Resolving each force and moment into rectangular components طبعا لو أنا بتكلم هنا على ثلاثي الأبعاد بصفة عامة رح يكون عندي six scalar equations ثلاثة بتهم الفرس هذه الأولانية وثلاثة بتهم المومنت وزي ما تشوفوا هنا بتكون في ثلاثي الأبعاد مكونات باتجاه الـ X والـ Y والـ Z سواء كان بالنسبة للفرس أو بالنسبة أيضا للـ moment كل مجموعهم على حدة كل واحدة تقدر تشتغل بها على حدة كل مجموعة الفرس بأي اتجاه أو مجموعة المومنت حول أي محور بتكون دائما بتساوي سفر عشان تكتب التوازن أو الإكيليبروم First step نعملها عشان نشوف الـ Free Body Diagram وهي يعني مرحلة مهمة جدا والـ Free Body Diagram انت رح تعوذ القوة الخارجية بـ Forces يعني الأجسام الخارجية هذه بتعوذها بـ Forces مثلا لو أنا عندي هنا السيستم اللي هو كرين مثلا عليه وزن هنا الكتلة متاعه بتساوي 2400 كيلوغرام السيستم في حد ذاته عنده هنا أيضا وزن متبق في السونترود أو مركز الكرين G هذه أيضا قوة ثانية بالإضافة إلى ردات الفعل اللي موجودة هنا حسب الأنواع السيبورتز هنا عندي ردد فعل أولى وهنا عندي ردد فعل ثانية هذه A-X وهذه A-Y بالإضافة إلى الروكر هنا عنده ردد فعل B-X طبعا هنا لو شلت الجسم الخارجي هذا وشلت السيبورتز وضعت بس على الرسمة القوة الخارجية الموجودة هنا وردات الفعل زي ما تشوف هنا هذا بسميه لفري بادي تياجرم طبعا هنا لازم تحدد نقاط تطبيق القوة بالضبط وتحدد أيضا المسافات لعليها هنا نقطة تطبيق الوزن بتكون دائما في مركز الجسم وهنا ردات الفعل في النقاط A وB طبعا هنا we will also indicate the point of applications بالنسبة لردات الفعل حسب أنواع السيبورتز يعني الرياكشنز اللي بتجينا هنا بتكون حسب أنواع السيبورتز يعني هنا مثلا عندي رولر أو روكر وعندي هنا Pinned بنشوف بعدين في هذا الشابتر المعمل مقصود بالPinned والروكر والرولر والفيكسد أنواع السيبورتز وكيفية احتساب ردات الفعل بالنسبة إلها و finally we will include the dimensions necessary to compute the moments of the forces يعني المسافات اللي بتحتاجها أنت هنا لازم تكون موجودة على الرسمة بتاع الفري بادي دياجرم عشان تسهل عليك الشغل كله بالنسبة لاحتساب ردات الفعل وخلينا بنكون واضحين يعني الهدف من الشابتر الثالث section number 2 هو إزاي تجيب ردات الفعل بالنسبة لأي سيستم مهما كان بالاعتماد على كتاب مجموعة الفورسز بتساوي سفر ومجموعة المومنت حول أي سيبورت من السيبورت موجودين A أو B مثلا بتساوي سفر مع العلم أنه الدوران عكس عقار بالساعة هو بيكون الدوران الموجود ترجمة نانسي قنقر